تتزايد الإصابات بفيروس كورونا في دول الخليج العربية حيث قفز العدد اليومي للإصابات في المملكة العربية السعودية إلى مثليه خلال يومين متجاوزاً حاجز الثلاث ألاف حالة في حين تخطت الحالات مستوى الألف كل من قطر والكويت وأكدت جميع دول الخليج الست في وقت سابق موجود المتحور أوميكرون في أراضيها لكن البيانات الرسمية اليومية من وزارات الصحة لفيروس كورونا لتقدم تفصيلاً عن السلالات المسببة للإصابات بكوفيد-19 تتجلت السعودية ويبلغ عدد سكانها نحو 34 مليون نسمى 3045 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ولا تزال هذه الأرقام أقل من ذروة تجاوزت 4700 إصابة في يونيو 2020 وسجلت قطر 1695 إصابة جديدة بكورونا وهو أعلى رقم يومي منذ الصيف الماضي وتصطف الحشود منذ أيام عندما وقع فحص الإصابة بكوفيد في الدوحة التي أعادت هذا الشهر العمل بنظام التعليم عن بعد وذكر قسم التطعمات بوزارة الصحة العامة القطرية بأن ارتفاع الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين كان مرتبطاً أساساً بالمتحور أوميكرون مضيفاً أن الإصابات الأحدث كانت بين أفراد لم يحصلوا على التطعيم ومنهم أطفال أو الذين حصلوا على جرعتين ومر على تلقيهم الجرعة الثانية ستة أشهر